موصول للكباتن في الستيوديو التحليلي الكابتن القدير ريضا براوي الكابتن نيكولا فينتولا نجم الانتر السابق والمنتخب الايطالي وسعداء بن ضمام الكابتن مهدي بن عبيد خبير الكرة المحلية والمحل القدير لشبكة قنوات ابو ظبر رياضية سيداتي انساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان نسعد الله مساكم بكل خير وتقبل الله مننا ومنكم صيامكم وقيامكم يسرني ان التقي بحضراتكم في هذه الليلة في هذا المساء عبر شبكة قنوات ابو ظبر رياضية من هنا من استاد كوبان في مجورة من معلول يستعيد تياقو الكنتارا منتخب اسبانيا يبحث عن انتصار كما هو المنتخب التونسي يبحث عن انتصار مع لاعبي المنتخب التونسي موجود امامنا كوستا قائمة مودلاء اسبانيا كرة للامام لكن التغطية من احد الاسماء الكبيرة في المنتخب الاسباني يترك هذه الكرة لاتياقو لكن سأل الكرة في يد حارس المرمى تمرين الى جوردي البا البحث عن رودريغو مرينو لكن التغطية من مرياح مدافع كبير لمنتخب تونس قبل مواجهة انجلترا هنا تحرك من سيلفا لكن الكرة تحولت يحاول في هذه الكرة اسكو يرعب لكرة ارضية مرت هذه الكرة لكن التغطية ما زالت الفرصة شركتها في كاس العالم في 78 بعد هذه المحاولة اسكو برافو حارس المرمى البلبولي البلبولي طبعا هو المثلوثي لكن سمي بالبلبولي نسبة الى اعرابي طلاقة سريعة هذه كرة محاولة بخطى دفاعي من اسمانيا كرة لتونس لكن الكرة السهلة في يد حارس المرمى هذه خية في اول حضور في اول فرصة كانت تونس قريبة من ان تتقدم كانت النصور قادرة على ان تحلق يا فرجاني لعب لسبيرانس لعب الترجي يحاول في هذه الكرة انيس لعب لكرة الى فخر الدين بن يوسف واسبرون لعب نادي لاغانتواز البلجيك السيام بن يوسف على الكعب نجيبي الامام طرق ذياب حمد العقربي تميم اللي سينطلق في ليلة الخميس بلقاء يجمع الاخضر السعودي كرة الى فخر الدين بن يوسف الروج 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 في مواجهة ديخية لكن الكرة يفشل في السيطرة عليها فخر الدين الكرة الى ركلة مرمى يعستعيم هناك فرجاني ساسي كرة عرضية بعيدة على فخر الدين عبتغتية من اودريوثو باسبانيا بالثلاثة القابة 64-2008-2012 رأسيا الكرة بتعدى بتمر كرة السليتي الى خارج أرضية تمال عب ثالث حضور برافو للنصور برافو للنصور يبدو بانه هذا الرجل لوبوتيغي قلق قلق الكرة الى جوردي يالبا يلعب لكرة أرضية خطيرة هذه الكرة لكن برافو البلبولي الكرة عند البلبولي ليحمل شارة القيادة لمنتخب تونس في مباراة الليلة هذه الكرة مرت سيلفا 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 دافيد سيلفا لكن التغطية بشكل رائع من ياسين طبعا من البلبولي في اللغة الماضية الاعتبار بأنه المدافع كان في رقابة هذه تزيدة قوية من راموس لكن مرت بسلام بدأ المنتخب الإسباني يضغط على مرمى تونس يحاول يهدت كرة أولى كانت من رودريغ مورينو وهذه محاولة ثانية عن وعن عشقه لتونس الخضراء كرة من هناك كادريوثول يا ساتر أستر كرة لن السبع طعش سخيري لعب مومبيلي لكن البركة في شباب تونس البركة في أحفاد حنبعل القائد القرطاجي الكبير كرة إلى روكنية لمصلحة المدرب فقط مدرب مقارنة بالأسماء طبعا روي هوتسون وبقية الأسماء الـ VR عودة من كرة إلى حارس المرمى البلبولي هناك سفر وخطة السلامات هي المدافع ياسين مرياح ياسين إسبانيا أمام هولندا خمسة واحد كل إقليم كتالونيا كانوا شجع هولندا وشجعوا المعلومة البحثة العرضية فأخر الدين فأخر الدين هالكرة هداف واحد صفر مش معقول أمام المرمى مش معقول السليتي أمام المرمى كيف ضاعت يا نعيم كيف ضاعت يا سليتي أمام المرمى فرصة هدف في الأخطر في شوط المباراة الأول تونس تلعب لكنها لا تتقدم على إسبانيا راموس يعاطب حكم المباراة نايهاوس ماذا تطال يستعيدها البدري مرة أخرى يشعر بالحرز منتخب إسبانيا يدافع بكل يشعر فيها اللقطة الماضية نياستا عنده الكرة كرة يهر فيها من هناك تياغو برافو البلبول ثالث هدف لبلان كوراول أسطورة إسبانيا والريال كرة في مكان خطيرة 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 مثل هذه اللقطات مثل هذه على الهفوات لا نريد أن نشاهدها أمام إنجلترا في كل مباراة تونس في المندي إلى لعب حريف إلى لعب مهاري أنيس البدري واحد لواحد يخوف أنيس 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 ماذا يفعل ياسيم مرياح في هذه الكرة الكرة كانت أقرب إلى البلبولي صحة خطيرة نياستا في وسط الملعب يحاول في هذه الكرة نياستا يقول لك كرة في مكان خروج البلبولي خروج البلبولي في مبدأ الفقة في وسط الملعب حتى لا يغضب مشجعي البارسة نريد أيضا أن ننصف البارسة في هذه المقولة بأنه البارسة طبعا أفضل فريق لعب كرة قدم في 2009 لمست يد واضح على نياستا في الأغتال الماضية الكرة إلى تياغو تياغو مر يقسب خطها تياغو في هذه اللقطة من أمام فرجاني ساسي ونصيب في هذه اللقطة طبعا تياغو ألكنتارا ونصيب تياغو ألكنتارا في انتهت آخر محاولة منتخب إسبانيا للأمام لكن منتخب إسبا تونس إلى الراموس راموس يلعب الكرة وضعية تسلل وضعية تسلل في هذه اللقطة وضعية تسلل لكن حكم المباراة بمن الكرة إلى خارج أرضية ملعب يحتسب إلى ركلة مرمى بوخ نايها الشوت السليتي نايم يعيد الكرة في وسط الملعب تمشي إلى سيام بن يوسف عنيس عنيس البدري التفوق على إيسكو عنيس العب الكرة أرضية راسية من هنا عن شوط المباراة الأول نايم السليتي يحاول انتهى شوط المباراة الأول بصافرة بوخ نايهاوس مشاهدين متابسف معلول في وسط ملعب السخيري الساسي سيف الدين خاوي على اليسار البدري على اليمين السليتي وفي المقدمة فخر الدين بن يوسف فيما إسبانيا بدأ ديالبا تفاهم كبير بينهم في البارسة والتفاهم أكبر أيضا مع المتادور لكن هذا بعيد يسته وانت تمنى أن تكون سيام خطيرة هذه الكرة منتخب إسبانيا يضغط لكن معلول يخلص هذه الكرة برافو حتى من المباراة خب التونسي مرتين دربة ترجي هذه كرة لأمام التراني الكرام طبعا الموجودين في السودو التحليل هذه كرة في مكان فاسكيت وانيس البدري خطيرة هذه كرة للمتادور خطيرة لإسبانيا لكن هناك تسييد جوردي ألبا بعيدة يا جوردي بعيدة كرة جوردي ألبا إلى خارج أردية ملعب هذه الكرة إلى ركلة مرمى حقيقة بالفاسكيت أمامه معلول فاسكيت يلعب لكون في مكان لكن برافو المداد طبعا شهد تفوق على مستوى السيطرة البوزوشين خطيرة هذه الكرة لكن برافو البرافو المدافع ياسين مرياح شهدنا بوزوشين سيطرة لإسبانيا وبالتالي فضل اختيار المتخب الإسباني كرة من هناك خطيرة الكرة قوية من سيلفا لكن من دون متابعة لهي معروفة لا تزديدة أو أسست من جانب سيلفا لم يكن في وضعية تسلل على اعتبار بيون التخدم المدافع صاروخ إسبانيا عن تفتمثيل إسبانيا يعرف أنه لا يوجد تمشي هذه الكرة في اليمين أثبت وجوده في تشكيلة نبيل كونه لا نعيم السليتي نعيم الكرة بتاظر في قطع من الدفاع خطيرة هذه الكرة للإسبان آه على دفاع تونس آه على دفاع تونس والله عليك يا حارس تونس أي من البلبول الحذر تونس تخوف على مستوى الدفاع هناك أخطاء هناك أخطاء يجب أن يصلح نبيل معلول إلا لاتلاتيكو آه على الغريم التقليد للريال يقدم من الدفاع رامي البدو انطلاقة سريعة كرة تونسية للنصور هذه الكرة الضعيفة مثل هذه الكرة كرة من بيكي لكن يلا يا سيام ماذا يفعل سيام بن يوسف كرة بخلص الدفاع هناك وضعية تسلل يرفع الراية المساعدة والركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب تونس لمصلحة منتخب تونس كلنا نريد أن نهتف تونس بن يوسف الكرة الأخطاء الدفاعية الأخطاء الدفاعية برافو قرأها 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 البلبولي قرأها البالبولي من المحيط للخليج كرة لنوكاس فاسكيت أبعيد الكرة إلى ناكشو تمشي هذه الكرة تغتية من الدفاع تزدية أبعيدة تماما إلى خارج أرضية مرعب إلى ركلة مرمو عسينسوي إلى كوكي كوكي يبحث على أرضية عالية إلى مام برافو برافو المدافع الله على المتخب التوسي خلاص خلصت راحت الكرة 1-0 1-0 لإسبانيا 1-0 ياغو أسباس يفعلها في مرمى النصور بعد خطأ بعد أن عمل كل شيء الدفاع والحارس عادوا لكن لم يشدت الكرة تتقدم إسبانيا بهذا فمعليش